اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج اكسز في هذه المحاضرة رح نتناول موضوع مهم جدا من مواضيع اكسز الاوه هو الاستعلامات كويري الاستعلامات هي ادوات تتمحور عملها على الجداول بشكل ادق يعني مثلا هذه الادوات ممكن انه تفلتر هذه الجداول ممكن انه تدمج هذه الجداول ممكن انه تاخذ جزء من جدول وتخليه مع جدول اخر ممكن نبحث بداخل هذه الجداول وهكذا الكثير من الوظائف اللي ان شاء الله رح نتعلم معظم هذه الوظائف من خلال المحاضرات القادمة طيب رح ناخذ مثال عملي على الاستعلامات حتى يكون واضح لدينا المبدأ طبعا من انشاء رح نضيف جدول وهذا جدول رح يكون بنص الاسم مثلا الثلاثي ومثلا رقم الهاتف مثلا الموقع الاليكتروني ومثلا عدنا البريد الاليكتروني مثلا اهم الهوايات مثلا بهذا الشكل ورح نحفظ بيانات الموظفين مثلا لا على التعين موافقة طبعا هذا الجدول لي هو بيانات الموظفين مثلا الاسم الثلاثي علي مثلا احمد ومثلا محمد جابر مثلا احمد ناظم طيب رقم الهاتف مثلا 07 8 مثلا هيتشي ارقام عشوائية هنا مثلا عدنا هذه الارقام طبعا من يقبل لانصار العدد كبير هنا مثلا عدنا مثلا هذا الرقم موقع الاليكتروني مثلا هنا ما عدي موقع الاليكتروني كلهم لا يوجد موقع الاليكتروني بريد الاليكتروني ايضا مثلا هذا الشخص ما عنده بريد الاليكتروني هذا الشخص مثلا بريده morat info مثلا dot com ومثلا هنا عدنا مثلا ah at gmail مثلا dot com وطبعا عدنا هنا هوايات لا يوجد هنا مثلا السباحة وهنا مثلا القراءة عدي هذا الجدول واح احفظه جي اذا لاحظوا انه هذا الجدول يوجد بداخل بيانات هذه البيانات غير مهمة وايضا في بعض الاحيان غير يعني موجودة يعني مثلا عدنا الموقع الاليكتروني ما متوفر عدي بيانات الموقع الاليكتروني بريدي الاليكتروني موكل البيانات متوفرة الهوايات موكل البيانات ايضا متوفرة فارد هذا الجدول من افتحه لنفرض بيه مثلا مئات او الاف البيانات فبالتالي انه افتح هذا الجدول وببيانات فارغة غير مملوئة فهذا شي غير صحيح ممكن يسبب لي عبء على القاعدة فشنا اسوي هنانه راح اقدر هذا الجدول افلتره بحيث اعرض البيانات اللي انا احتاجه مثلا الاسم الثلاثي مع رقم الهاتف هذان البيانات اللي انا اريده فراح اصنع جدول اخر من هذا الجدول باستخدام الكويري شلوني اتم هاي العملية طبعا مني انشاء عندنا هنانه معالج الاستعلامات وعندنا هنانه تصميم الاستعلامات شن يعني معالج معالج الاستعلامات هنا راح يفتح لي الاستعلامات او الكويري بشكل سريع اما هنا التصميم فراح يفتح لي الكويري بطريقة التصميم مثل ما تعلمنا طريقة التصميم في الجدول ان شاء الله بالمحاضرات القادمة عندما نوصل الى البحث باستخدام الكويري فراح نستخدم هذه الطريقة اللي هي طريقة التصميم حاليا راح نستخدم الطريقة السريعة فقط حتى نعرف الفائدة العملية للاستعلامات فراح اختار هذه العلامة اللي هي معارج الاستعلامات ومن ثم موافق طبعا هنا راح يقول لي حدد لي الجدول إذا أنا عندي مجموعة جداول ممكن أختار الجدول اللي أنا أريده وطبعا هذه هي البيانات هي اللي راح تظهر بالكويري هذه هي بيانات الجدول وهذه البيانات اللي راح تظهر بالكويري فأني لازم أسحب البيانات اللي أريدها تكون بالكويري فراح أخلي المعرف يظهر بجدول الجديد والاسم الثلاثي ورقم الهاتف وطبعا إذا أضغط على هذا الخيار راح كلهين يعبر ليهن للإكويري أنا راح أرجحهم كلهين وراح أختار اللي أريده فقط راح يكون الجدول الجديد بي المعرف الاسم الثلاثي ورقم الهاتف ومن ثم التالي وطبعا هنا أضغط على التالي راح أسمي الاستعلام مثلا راح أسمي البيانات المفلترة مثلا ومن ثم أضغط على إنهاء إذا ألاحظ هنا بالاستعلامات سواء لجدول جديد هذا الجدول اللي هو راح يكون بعلي ومحمد وأحمد وهكذا إذا ألاحظ هنا أصبح عدي جدول جديد هذا الجدول هو نفس الجدول الرئيسي ولكن مفلتر إذا ألاحظ هنا تم فلترة هذا الجدول شنو الغرض من هذه الفلترة أولا استخلاص البيانات المهمة اثنيا سرع بقراءة الجدول وبالتالي راح تكون قائلة البيانات سريعة جدا طيب هل الفائدة من الكويري فقط هو في فلترة الجداول الفائدة ليس بالفلترة فقط بل الفائدة القصوى هي التفاعل مع العلاقات يعني أنا عندي مجموعة من الجداول وهذه الجداول أريد أدمجها مع بعض دمجتها مع بعض بالتالي راح يصير عدي كمية كبيرة جدا من البيانات فأقدر أفلتر جميع هذه الجداول وأسحب فقط البيانات المهمة وأضحها في جدول مهم وهذا الجدول راح يتم عمل إلى استمارات وتقارير وبالتالي أقدر أتفاعل ويا هذا الجدول بشكل سهل ومنظر طبعا هذه نبذة أولية جدا عن الاستعلامات راح ناخذ مثال شامل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة وأيضا مثال تطبيق موسع إن شاء الله في نهاية الدورة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى